اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس بوربوينت المستوى الاحترافي في هذه المحاضرة نحن نتعلم تطبيق الظهور من الخلف طبعا تطبيق مهم جدا ويستخدم عادة في الموشن غرافك في البداية راح نغير لون الخلفية من خلال تنسيق الخلفية وطبعا راح نختار تعبئة خالصة ونختار اللون مثلا راح اختار انا هذا اللون ممتاز طبعا بامكاننا نبقي اللون الابيض كما هو او نختار اي لون اخر فرح اجي مثلا اضيف شكل هذا الشكل راح يكون بهذه الطريقة بهذا المكان ورح اضيف نص هذا النص راح يكون مثلا عالم بخاء الاحترافي مثلا بهذه الطريقة ورح اختار فونت معين مثلا هذا الفونت وممكن انه يكون لون الفونت بهذا اللون جيد الان هذا الشكل اللي رسمته ضروري انه يتصل بالنهاية بهذه الطريقة راح احذف هذه النافذة الخطوة الان هي راح نخلي هذا النص خلف الشكل من خلالك لك ايمن عليه وطبعا ارسال الى الخلفية ممتاز الان راح نخلي حركة لهذا الشكل طبعا يظهر من اليسار راح نخلي مثلا بهذه المنطقة ومن حركات طبعا نجي الى المسارات خطوط الرسم بهذه الطريقة وطبعا راح نغير راح نخلي مثلا بهذه الطريقة يظهر طبعا ممكن نجرب ونشوف العرض ممتاز بس ممكن انه يتقدم اقل ممكن بهذه الطريقة مناسب جيد جدا وان يتقدم بعد اكثر يكون اجمل جيد الان نريد نخلي خط هذا الخط هو راح يكون بمثابة المفصل يظهر من عند الناس هذا الخط راح يكون مثلا بهذه المنطقة وطبعا راح ننطي لون مثلا راح ننطي هذا اللون وممكن انطي سمك وليكن هذا السمك وراح ننطي تأثير من خلال حركات ومثلا نختار انقسام ممكن بهذه الطريقة فقط نغير اتجاه الانقسام ممكن نختار هذه الطريقة او ممكن بالعكس جيد جدا الان راح نخلي هذا الخط يظهر ومن ثم يظهر الناس ايضا من جزء الحركة نجي الى هذا الخط نحدده وراح طبعا نرفعه الى الاعلى راح نخليه مع السابق وهذا الناس نحدده وراح يكون بعد السابق طيب الان راح يظهر الخط ومن ثم يظهر الناس طيب الان حتى اوهم المشاهد انه الناس يظهر من الفراغ راح اخلي لون هذا الشكل بنفس لون الخلفية من تنسيق تعبئة الشكل وطبعا راح اختار هذا اللون اللي هو لون الخلفية وبلا مخطط تفصيلي راح نعرض ونشوف التأثير ممتاز جدا طبعا نقدر نضيف عملية خروج يعني هذا النص نحدده وطبعا من حركات ونجي الى اضافة حركة هذه وطبعا خروج نختار مثلا مسح ممكن والمسح ممكن يكون من اليمين وطبعا هذه حركة الخروج ممكن هذا يكون ايضا وايضا بنفس الطريق راح يكون بعد السابق نعرض الآن الشكل ونشوف جميل جدا تأثير ممتاز وسهل في نفس الوقت طبعا بامكانكم ان نتجربون هذا التأثير على الصور يمطي تأثير رائع واحترافي نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى